متى تم اكتشافه؟ تم اكتشاف خندق مريانا لأول مرة في عام 1875 بواسطة سفينة بريطانية تدعى شالينجر واحد وذلك خلال أول رحلة بحرية مخصصة لاستكشاف المحيطات وقد تم تقدير عمق الخندق في ذلك الوقت بحوالي ثماني كيلو مترات بعد مرور ست وسبعون عاماً أي في عام 1951 عادت السفينة إلى خندق مريانا لمواصلة عمليات الاستكشاف ولكن هذه المرة باستخدام نسخة محدثة من السفينة تسمى شالينجر اثنان التي كانت مجهزة بأدوات أكثر تطوراً لقياس عمق الخندق هذه الرحلات المتتالية إلى خندق مريانا ساهمت في زيادة فهمنا لهذا المكان الغامض وتعقيداته كيف تكون؟ تم تكوين خندق مريانا من خلال استضام لوحان ضخمان من الصفائح التكتونية حيث تحركت طبقة المحيط الهادية مع طبقة جزيرة الفلبين وحيثما تتقطع قطعة القشرة تشكل خندق عميق وهذه الحالة تنحني قشرة المحيط الهادئ أسفل القشرة الفلبينية وتكون خندق مريانا وذلك حسب تقدير العلماء من 180 مليون عام أول رحلة في خندق مريانا حصل العالم جاك بيكار والملازم في البحرية الأمريكية دون والش على امتياز كونهما أول شخصان يصلوا إلى تشالين جردي لقد حدث ذلك في عام 1960 ولم يتمكنوا من قضاء سوى عشرون دقيقة هناك بسبب الضغط الشديد وقد ذكر جاك على شيء مثير في مذكراته حول هذا الحدث سأكشفها لك لاحقا وكانت الرحلة المأهولة إلى الخندق منذ عام 1960 قادها جيمس كاميرون بمفرده وهو مخرج فيلم تيتانك برحلة استكشافية إلى قاع خندق مريانا في عام 2012 وأثناء وجوده هناك التقط صورا وهي اللقطات الأولى على الإطلاق في تشالين جرديد للوصول إلى هدفه كان لدى كاميرون غواصة يبلغ طولها 24 قدما ولها نافذة يبلغ سمكها 9 بوصات ونسمل الضغط الهائل في العم تمكن كاميرون من قضاء ثلاث ساعات هناك وبطبيعة الحال قام بالتقاط مقاطع فيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد